لكل جماهير ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم مهم جدا جدا لكل عشاق النادي حول العالم وخصوصا إحنا أكيد عندنا مستهل مشوار الفريق في كاس العالم الأندية رب الأهلي يكون موفق في هذا المشوار رغم الصعوبات رغم كل الظروف اللي الكل على علم ودراية كاملة بيها إلى أن لعبة النادي الأهلي الرجالة بإذن الله عندهم حافز كبير جدا جدا أنهم يقدم مباراة كبيرة النهاردة ليه لا وخصوصا أن يعني في بعض الدوافع المعنوية يعني وصلت للعيبة النهاردة من خلال بداية زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وطبعا أسطورة كبيرة جدا جدا في تاريخ كرة القادمة المصرية والرجل وصل للفندق ويكلم مع اللعيبة واكتمع معهم ودهم دافع معنوي مهم للغاية وكلام فيه يعني الاتجاه أن خلاص أنتم لعيبة كبيرة طالما أنتم موجودين جوا النادي الأهلي أيا كامل اللي حيلعب إحنا نجيبش لعيب قليل أي لعيب موجود جوا النادي الأهلي حيقدر يقدي وحيقدر يحقق المطلوب ويفرح الجماهير فده كان دافع معنوي مميز جدا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي وصل مقر الإقامة صباح اليوم من دبنا كمان دوافع المميزة قوي وهي سلبية مسحة مستر بيتسو مسماني بالتالي النهاردة كانت أول محاضرة وجها لوجه ما بين مستر بيتسو مسماني مع اللاعبين وده دافع معنوي جيد للغاية بالنسبة للفريق بأن طبعا مدير الفني موجود معاك وأكيد حيدير اللقاء من أرضية الملعب أستاذ قال نهيان فبالتالي أيضا ده شيء إيجابي بشكل كبير جدا الأمور ماشي بشكل ممتاز الكل جاهز الكل متركب هذه المباراة اللعيبة تحديدا يعني جاهزين بشكل كبير حالة التركيز والجدية واضحة جدا على وجههم إن شاء الله بإذن الله يكونوا موافقين في هذه المباراة الفريق يعني بيتحرق خلاص في هذه اللحظات في اتجاهه للأستاذ وإن شاء الله بإذن الله يوصلوا قبل معاد المباراة بساعة ونص يبقى فيه عمليات الإحماء وكل الأمور اللي احنا عارفينها قبل انطلاقها أي مباراة مباراة كبيرة فريق منتري كامل العدد الأهلي ممكن يكون نقصه كتير ونقصه عدد من اللاعبين المميزين جدا والأساسيين في تشكلته لكن بيكتسب عنصر مهم للغاية وهو إيه وهو حضور جامهيري النادي الأهلي بكسافة وبشكل رائع وهو ده العنصر اللي مش بيغيب أبدا عن نادي الأهلي في كل تحدياته ما بالك لما يكون تحدي في كاس العالم البطولة مفضلة بالنسبة لنادي الأهلي واللي شارك فيها مرارا وتكرارا النهاردة إن شاء الله بإذن الله تكون بداية لمشاركة تكون نجحة بإذن الله للأهلي من خلالها يقدر الفريق يلبي طموحات الجماهير رغم كل الصعوبات اللي بيتعرض لها النادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يكون عامل إيجابي كما هو المعتاد للفريق النهاردة وإن شاء الله بإذن الله يكون فوز في طريقة الوصول لنصف النهائي دي كل الأجواء فيما تعلق بما قبل المباراة وإن شاء الله الأهل يكون موفق والآن عود لك يا كابتن أيمن شكرا جزيلا زميل عزيز أمير يشام ويمكن تعرفنا يمكن قربنا شوية من الأجواء هناك ولكن الجماهير بتتساءل